ثورة قبل ما أطرح عليك أي سؤال أنا أريد أن يعرف شو سر اسم ثورة كردية أنا خالي كان ثوري كتير فسماني ثورة طبعا أيام البعث أول شي بعدين الكنية صدفة أنه نحن بالأصل هي كينية لعائلة أخرى لكن ست الكبيري أوجد كان لقب عرفت شفا يقول أولاد كذا فصار ثورة كردية ويفتكروني أني أنا كردية ويصير فيه صدامات بين العرب والأكراد هذا بيحسبني عليه وهذا بيحسبني عليه بس أنا عربية أحد الأشخاص طبعا تحية لأهلنا الأخوتنا الأكراد أنا من أحد الأشخاص اللي كنت متوقع أنه هذا اسم فنية أو اسم حركية كثير بيقول لك ففعلا أنا ما دخل بالنقاش هل الاسم عمل لك يعني يعني حتكي لي أكتر شغلة يمكن يصيق فهمك من خلال اسمك موقف ما وقت اللي عملت إضراب أيام حملة الأمعاء الخاوية عملت إضراب عن الطعام كنا ننزل فيديوهات فالأكراد يقولوا شفتوا السورة الكرديات شو قواية والعرب يقولون لا لا هذه ثورة عربية مكردية هلأ دائما أنا لما بنزل بوس بما يخص يعني أي الشأن العام مثلا إن كان مناطق الكرد أو مناطق العربية إذا كان مناطق الكرد فباكل مسببات من العرب وإذا كان مناطق العربية باكل مسببات من الأكراد فيعني أنه بس لا بشكل عام بعتبر حالي هيك جامع للطرفين طب طورة كيف تنظر إلى السورة؟ سأل سؤال أحمد مع رفع العلقاب أنه شو بقيه من السورة؟ ليش انتفى السبب الرئيسي للثورة؟ نحن أطلعنا لنسقط الأسد والسبب الرئيسي هذا ما بعده موجود والأسد بعده عم يندعم من الدول أنا بالنسبة لي السببات على السورة بمبادئها وأخلاقياتها هو أهم شيء حاليا ممكن نعمله نحن كناشطين أو كثائرين يعني أنا زوجة شهيد من جهداء قيصر ما بعرف وين زوجي مدفون من حقي أني أعرف وين وحق كتير أسر مثلي لذلك نحن بالنسبة لي إلينا طالما المعتقلين بعدهم بالسجون طالما الشهداء ضمن مقابر جماعي ما بنعرف وينهم فنحن سورتنا مستمرة لإسقاطها للأسد ولإسقاط كل المنظومة كل المنظومة اللي بتشبه الأسد لأنه للأسف نظام الأسد حكمنا 60 سنة فهي 60 سنة يعني مثل تزرع شجرة كلها أوساخ ومستنقع فهذا الوسخ يطلع يدفع على السطح تمام حتى نقدر نبني سوريا الديمقراطية بتبرري إلى 30% من الألف شخص أو أكثر من ألف ومائة شخص استطلعوا وقالوا أنه معت فيه ثورة والثورة انتهت ويا أخي شو عم بتعيشوا بأحلام في مقلة كونة انتهت الثورة من أول ستة شهر منذ بدايتها من زمان انتهت طبعا غير عم يقول الثورة في قلوبنا والثورة مستمرة هل بتبرري هل بتبرري أو بتلاقي لهم عندهم مبرر ما أنه فعلا هدول اللي قالوا أنه معت فيه ثورة لأي لهم مبرر شوفوا الثورة مرت برسم بياني تصاعدي وتنازلي تمام فقد أبرر لهم لأنه في قادات أساءه للثورة ومثل ما منشوف بإدلب بين قوسين المحرر هي الجولاني يعني أساء للثورة وبعض الفصائل اللي محسوبة على الجيش الحر لكن أنا برأي اللي بيقول أنه الثورة انتهت هي وجهة نظر فردية ما يعني يصفل أنا رح أحكي عن المهجرين اللي هون اللي إجوا على أوروبا هن يكتفوا أنه إجوا على أوروبا وعاشوا حياتهم خلاص بالنسبة لهم انتهت الثورة بالنسبة لنا لا ما انتهت الثورة الثورة مستبرة لأسقاط لأسقاط نعم موسيقى